وناس يدعو للتوحيد يومين ثلاثة المشاكل بتكتر عليهم بخلوها بينشوا طوال انت في الحياة تثبت خليك ثابت دعوة تقوات والزولة اللي بحاول يستهتر بك ذا قل لي انت موضوعك شنو وانا موضوع ايشن انت موضوعك سكر يااخ سكر زادو وانا موضوعي الدين زادو بدع انت سكر زادو في السعر وانا الدين زادو اعظم الدين ولا السكر انت بتتكلم في حق فلان فلان بتقول ده الضعف ومواطنين ومساكن وانا بتكلم في حق الله سبحانه وتعالى اعظم ياته اعظم ياته انت بتتكلم في قضية فلان بتقول ده مفكر ودكتور وزور راغي وانا بتكلم في قضية بتاعة انبياء ورسل اعظم ياته عندك دكتور فلان ولا النبي فلان انت فكر في المسائل دي بالراحة فكر فيها وخليك زو سابت يا اخي اذا كان اهل الشرك ما بيستحوا واحد اطلع في الغناء ما بيستحي اجيبوا بغناة السودان والله احذرتها بيحيني واسخش اليوتيوب بتلقاء قالنا جدنا الكباش الله الدعو كن فيكون كن فيكون في تلفزيون السودان لابس عمة وعلامة السودان الظاهرية وكذا وجايبين ولا النيل لازرك كن لا بلاه يا اخي مصائب ساي كن فيكون والنيل لازرك برز ما في السودان ذاته ويا اخي الله قال في القرآن إنما امره إنما ذات حصر امره امر الله تعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وانشره في كتب انا ذيل ما اتره موضوع ما واضح نشر الباطل والضلال والشرك انا بتعجب كل العجب والله بتعجب كل العجب منزول بيقول انا ممع الناس ذيل لكن ما تتكلموا فيهم انا ممعهم لكن بسيطوا ما تتكلموا فيهم اتا معهم انت ما مشهد بايعت الفكي لكن اتا معهم انت ما جايب خبر الله قال سبحانه وتعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادل ما بيعملوا كذب بحفظوا بحفظوا القرآن وهم ضد القرآن الفائدة شنو هو القرآن نزل على ما على الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له لو زدت كلمة واحدة بس مش نزل على القرآن خليه لاخبت في الدين قال له ولو تقول علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزه تلخبت كذا يقول لك ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل اتقال القيامة دي بس بيجيبوا صحائف في ناس قال لي القيامة دي كذي واطة وفي ميزان كبير وتعالي تسمعت غنية دي بيجاية سيئة صليت تعالي بيجاية حسنة خلاص يالله خش الجنة وإذا خش النار اتقال لك دي بس دي فيه لكن في حاجات كثيرة تانية القيامة دي فيها خصومات الله زمه إن يوم الفصل شفت القيامة دي خصومات شغالة إنك ميت وإنهم ميتون ده لمن رأي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون في مشاكل تقيلة بعدين بتتحلع في خصومات رمجي مداء أداء أخوان الشكلوا في قروش أداء أداء أخوان الشكلوا في عرض مسألة بتاعت عرض أو عرض عرض وجيبوا كتاء وفلان مش شكلين في شنو والله مش شكلين في العقيدة ما قالوا داء والله عقيدت في البشر ويتاء أنا قلت له وحيد الله شاكلني وداني عكاز أيها قال تعالى هذان خصمان اختصموا وشنو في ربهم يا أخي دي الشكل دي النابع هنا إنت لمن تدافع عن الله وفي سنن الترمذي حسنه الألباني من رواية أبي الدردار رضي الله عنه والله هذا حديث جميل جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه زول اتكلموا فيه بس إنت قمت دافعت من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيام يعني زول هذا النار جاء عليه الله برد عنه ليه دافع عن أخيه الرواية جاب الترمذي اللفظ هذا جاب النووي في رياض الصالحين جوه رياض الصالحين في كتاب المنهيات وبعد بعد طوال باب تحريم الغيبة وبعد الأذلة والباب البعد بعد ذلك قال باب الرد عن عرض أخيه جاب الحديث ولفظ الترمذي من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة إذا كنت لو دافعت عن أخيك الله يدفع عنك النار طيب إنت لمن تدافع عن الله يحصل لك إذا دفعت عن فلان الله يبرد عنك النار إنت لمن تدافع عن الله سبحانه وتعالى لمن يقول للعباد قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله كلام واضح يقولوا لا صفة الغيب صفة الغيب دي حقة الله عالم الغيب والشهادة كبير المتعال لكن برضو نحن عندنا غيب برضو نعلم الغيب بس وما يقول لك عندنا تفصيل أنت أنت ما فهمت كلامه في تفصيل في كتاب النصر العلمية في بعض التحقيقات يقول لك في تفصيل الصوفية قالوا مش تفصيل داك قال اللي هو الختم وراجع كتاب النور البراق وراجع كتاب فيوض البحور المتلاطمة قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها دا به جنب التالي قال من الختمية ذات جبليل الكتاب اسم النور البراق في متح النبي المصداق قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجماري دا بتقدر تدافع عنه البراع عنده كتاب اسمه ديوار رياض الجنة ونور الدجنة قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور نشاور كويس دار تشاور شاور بعد أشوف قال شنو قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر دا بتقدر تدافع تقدر تدافع تقول شنو أنا دار أعرف تدافع تقول شنو فجماعة الموضوع ده والله واضح ما يدافع لك سهل والله يتدافع عن أي زول الله بيسألك دافع عن الزول اللي بيستحق يدافع عنه لما واحد اتكلم من بني سلمة أو سلمة اتكلم في كعب ابن مالك في صيح البخاري ومسلم من بني سلمة قال يا رسول الله ما منعه يعني الجيّ للجهاد ما منعه إلا برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبر رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا لأنه كعب ده صحابي جليل بيستحق وكعب نفسه قال أنا كل يوم بحضر وبجهز عشان انطلق الحق الناس يعني في النهاية ابتلي بلاء لتنزل فيه آيات وليتوب الله عليه وليتكون له شرفا هذه التوبة الشاهد دافع عنه دافع عن الصحابي كعب بيستحق لكن تذول بنشر عقيدة منحرفة والله أنا باستغرب في بعض الناس يا جماعة معاليش تطلع البص تلقى واحد يضحك في الناس محمد موسى ومين ومين مجموعة من بتاعنا النكاة يقول لهم في واحد جعل واحد شائقة الشائقة خطب لبيت والجعل يقلب سخوتا وداخ جاب له واحد قبيحة وشافه في الناس وقال له إن عطست بيحصل لها جعل وشائق جعل يجعل يجاة ساكتين والشائقية يجاة ساكتين في البص ما بر البص كان بر البص واحدين بيجي في البص تلقاهم ساكتين في نكتة في ضحك بيجيب القبائل يسوكته زي نحن نقوم لما نتكلم في شائق ولا قبيلة من القبائل نتكلم في شخص ما عشان نضحك الناس عشان نجيب الدين وده خالف الدين ولو خالفوا في بيته براو إن أصحوا براو ما بجوز يجيبوه في الميكرافون خالف الدين ونشروا برا ترد علي يقول لك ما نتكلم في الناس وده تلقى ساكت في النكتة النكتة الجابه قبائل ساكت فيها قول لك ما ذا إن نضحك ساي نحن نخلش الجنة ساي إنت دارت الحق سانة نحن نخلش الجنة ساي إنت يا أخي الله يرحمنا يدخلنا الجنة كلام ذاته وهما بخليك إتة الغريبة متناقض أي زول تلقاه عليه باطل يا جماعة بتلقمة ناقط يقول لك إتة مالوكو مال allí إن ناس شغلتكو ن��ز يعني هو انتقد كتا يعني هو ما خلاك إنت خلاص مش مالوكو مالا ناس إنت قدت ليه مالوكو مالا ناس أنا ذاته من الناس إتة مالوكو مالي أنا دار أتكلم إنت مالوكو مالي بتلقمه تناقط هو ذاته плюс الجماعة ديال جماعة ديال عيب بتكلم في الناس هنا الجماعة يكونوا ما في شيء يعني هو تكلم في الجماعة اللي تكلموا في الناس وذلك تكلموا في الله سبحانه وتعالى انت لازم تفصل للناس ولازم تاخد بيدهم ولو شاكلوك ولو نبزوك ولو أساؤلك يتحمل الأذى بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى أنشر الحق يا خيانا تعجب وعمك دامس قلت لها الكلام في التلفون قلت لها عمنا والناس ذلك قالوا شيخهم يقول أنا بعلم الغيب وكتبه في كتاب كذلك يا جماعة براحة الزول براحة يفكر زول كتب كتاب اسمه أعلام الطريق جايبين صورته برع شايل الله سبحانه اسمه عبد الرحيم محمد وقع الله لغب البرع كتاب أعلام الطريق غلاف كبدي جايبين صورته جوه فتفتح الكتاب جوه قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مسء تفل كم أدى طفل كباشي أنا لما نجيب كلامه دا أقول البرعي قال في أعلام الطريق في كتابه دا قال كباشي كذا 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 أنا لما نقول البرعي قال كذي الكلام دا بزحل البرعي لو بزحلوا ليه نشروا إنت ماشي بزحلك كونه يقولوا إنت قدت كذي بزحلك إنت كاتب ليه هل هو بزحلوا ولا بفرحوا بفرحوا انشروا عنه لكن إحنا ما بنشروا عنه مدحن وإنما نرد عليه يقول لك إنت ما بتردوا عليه ما نحن والقرآن قال كذي قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الجنة دا إنتوا اللي بتخلقوا ولا نحن والله ليس قال لك جنة بس قال لك يا أيها الناس والناس دي لفظة لما تذكر في الأصل بيدخل فيها المسلم والكافر واليهود والنصران والوثن والبوز إلى آخره يا أيها الناس قل لكم ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مجنا ولو اجتمعوا له يقول لك لا أقصد كباشي بيدعو ليك الله وكباشي حيسي ولا ميت وميت وكان قصده كذي ما يقوله ولو قصده بيدعو ليك الله ما يقوله وقال لك كباشي كم أدى ولد مش كم دع الله فالله أدى ولد إلى آخره وبعد ذلك قال لك من غير ما سوى تفل كم أدى طفل في كلام مفصل أكثر من كذي فليهه يكتب الكلام وإنشره للناس ولما يردوا عليه الناس يضايقوا وعنده كتاب اسمه ديوار رياضة الجنة ونورة الجنة البرع نفسه ذاته أخوين في كتاب ذاته عشانت ما تدعب ساي في كتاب ذاته في المقدمة عليك الله أقرأ قال وأزنت للمصلحين إذا رأوا فيه خللا أن يردوا عليه ده في مقدمة الكتاب اتها هو أزن ذاته كان ما أزن أنا من نجيه لكن هو أزن ذاته هو أزن اتزعلان ليه تعصب أعمى وجهل وباطل وكلام غريب جدا ونسأل الله العافية فزول داعي يدعو إلى التوحيد ما يعمم الكلام يفصل عديل ما تنادو غير الله نادو الله ما تنادو الشيوخ نادو الله براه ما في شيخ بيعلم الغيب بيعلم الغيب الله سبحانه وتعالى كذا كذا